موسيقى تتوقع عيد تشكيلة القادمة لمنتخب مصر وهي أفضل ليه؟ إن شاء الله ممكن يبتدي بأربعة أو ثلاثة يعني أنا شايف أن تريزيجيو صراحة ممكن يعمله خطر من الجناب يعني وبالذات صلاحة عيبة زي التشكيلة اللي فاتت مش يخش عليها تغييرات جامدة غير ممكن بس حد يلعب زي وليد سليمان يغض من بداية الشوت الثاني لأن المطش اللي فات كان محتاجينه بدل عبدالله الصعيدة يعني هتكون أربعة أو ثلاثة أربعة بس تكون غير تشكيلة اللي فاتت تشكيلة اللي فاتت كالتعبانة شوية وطلع إن المستوى مش كويس تلعى مستوى تعبان شوية أربعة اثنين ثلاثة واحد تبقى أربعة اربعة اثنين بس إيا هي أربعة ثلاثة ثلاثة حد ما قلس البطولة يفضل يلعب أربعة ثلاثة ثلاثة مع أربعة ثلاثة ثلاثة يبقى أحسن يعادل يبقى فيه نسبة هجوم أكتر غالباً أربعة أربعة اثنين هيا دي تفكر بالتشكيلة دي ممكن نحقا أسكور كم يعني مثلاً 2-0-2-1 2-0 ان شاء الله 1-0 أو 2-0 بكتير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لو جبنا 2-0 مش هيبقى أكتر من كده يعني ما تزدش عن اثنين صفقة يعني. بعد او هيلعب لقدام هيلعب عبدالله السعيد ومحمد صلاح وامرهام محصن. لا التشكيلة هيلعب نفس التشكيلة بس هيلعب هجومي اكتر وهيلعب مع حذر. لفعل لان الكنغو مفروض ان هي هتبقى متحفزة جدا لان هي مغلوبة اول مطر. ورأي كيف التشكيلة اللي فاتت. كويسة بس كان فيه احسن يعني. هي كان كويسة بس هو كان كله بقى الافتتاح وكده فما حد يشده ان هو عنده كله. يعني زي ما يقولون كلهم نازلين مهجوزين خايفية. لا كانت كويسة. كانت كويسة ما كانتش فيه حاجة بس هو كان عليه ضغط صلاح شوية. التشكيل كان كويس من ناحية كان بلعب 4-3-3. واختيار العناصر كان كويس. بس المشكلة كان في التبديلات اللي هو التبديلات اللي هو التبديلات النازلة في الشرط التاني ما كانتش موفقة قوي. ما وضفتش كتير للمنتخب هو تشاهل عناصر مهمة وحط عناصر من ممكن ما اضيفش حاجة للمنتخب. اشتركوا في القناة